موسيقى مساء الوطن الساكن في الوجدان مساءكم سوريا اهلا ومرحبا بكم الى حوار اليوم نفرده في هذه الحلقة لضيوف اشقاء قدموا من الاردن الشقيق لمشاركة الشعب السوري ولدعبه في مقاومته ضد الارهاب والتكفيريين اللجنة الشعبية لدعم السوريا ونهج المقاومة قدمت للتعبير عن رأيها وتضامنها عبر مساعدات عدة سبق والتقنا بالكثير من الاخوة والاشقاء العرب ولكن للاردن مكان خاص لدينا نحن في بلاد الشام فنحن ضمن المربع الخاص في بلاد الشام وعندما نقول بلاد الشام نعني ما نقوله نعني اننا نتحدث عن سوريا الاردن فلسطين ولبنان وطبعا العراق وكل الدول العربية لها المكان الخاص في قلبنا نحن السوريين رغم الرغم وبغض البعض وحقد البعض وما رأيناه من عقوق الابناء والاشقاء والاصدقاء الا ان السوريا دائما هي قلب العروب النابض وهي التي تفتح قلبها وذراعيها لكل العرب رحبوا معي بدأتا بدو في وظيفكم في امسيات اليوم من حوار اليوم من ايقونة المداء دمشق نبدأ بالاستاذ عاطف زيد الكلاني مدير عام شبكة الاردن العربي اهلا ومرحبا بك مساءك سوري عربي ومساءك قردني جميل اهلا بك الساذ عبدالله خريس عضو اللجنة الشعبية لدعم سوريا ونهج المقاومة مساء الخير مساء الياسمين الساذ نيضال ابو الرب عضو اللجنة الشعبية لدعم سوريا ونهج المقاومة والناشط السياسي المعروف اهلا ومحبا بك السيدة هدى المستريحي عضو اللجنة الشعبية ايضا لدعم سوريا ونهج المقاومة مساء الخير مساء الورد الساذ محمد شباش مساء الخير عضو اللجنة الشعبية مساء الورد ياسمين اهلا ومرحبا بك الساذ اياد كيالي عضو اللجنة الشعبية مساء الخير اهلا وساء الله وساء عحمد دلول مساء الخير اهلا ومرحبا بك مساء الورد ومساء سوريا حرة منتصر ان شاء الله اهلا بكم نبدأ مع الاستاذ عاطف الزيارة لسوريا ودعم سوريا ودعم المقاومة نقرأ كثيرا المقالات التي تكتب في موقع الأردن العربي التي تخطها بقلمك والتي يخطها بعض الإخوة والأشقاء الأردنيين تعبيرا عن دعمهم لسوريا مقاومة وقيادة وشعبا في نضالها ضد الإرهاب والإرهابيين والتكفيريين وأنت بدأ اللحظات الأولى للأزمة التي حصلت والحرب الكونية التي شنت على سوريا موقع الأردن العربي من المواقع الأولى التي وقفت لقفة واضحة وصريحة وأنت الآن ضمن موفد شعبي وجماهيري جئتم إلى سوريا للتعبير عن تضامنكم لماذا؟ لماذا سوريا؟ وإلى أين؟ لماذا نتضامن مع سوريا؟ هذا يعني كنت تتصور أن السؤال أن يسأل بطريقة لماذا الآخرون؟ يعني الأربعمائة مليون عربي لماذا لا يتضامنون مع سوريا؟ الحقيقة أولا مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة نترحم على شهداء سوريا العربية وعلى شهداء الأمة العربية والنصر معقود لمن يستحكونه الجيش السوري والشعب السوري والقيادة السورية والهزيمة النكراء والبؤس الحقيقي لكل أطراف المؤامرة الكونية على سوريا الحقيقة نحن نأتي وهذه ليست هي المرة الأولى نأتي نحج إلى دمشق إلى عاصمة المدن عاصمة العواصم وعاصمة الياسمين لنؤكد في كل مرة نأتي بها أن تاريخنا مشترك وحاضرنا مشترك ومستقبلنا مشترك ومصيرنا كله مشترك ويجب أن يكون كذلك نحن نكون واهمين إذا اعتقدنا أن الأردن أو لبنان أو سوريا أو فلسطين أقصد أو العراق سيكون بمنأة عما يعصف بسوريا الشقيقة نحن نتأثر ونؤثر بالوضع السوري أقصد هذه الدول والشعوب المحيطة في سوريا عندما تكون المؤامرة على سوريا لا سمح الله لو قدر لهذه المؤامرة كما وصفتها أنت وهو وصف حقيقي هي مؤامرة كونية لو قدر لها المجاح والانتصار وهدم بنية الدولة الوطنية السورية والقضاء على الدور السوري القيادي في محور المقاومة لانهارة كل بنية الأقطار العربية المحيطة بسوريا نحن في الأردن شعبنا الأردني الوفي والمخلص للخط النضالي القومي الحقيقي الذي تنتهجه سوريا ندرك تماما مدى خطورة الوضع المحيط بنا وندرك مدى ما يمكن أن يؤثر بنا سلبا انتصار هذه الكوى الظلامية التكثيرية التي أصبحت عبارة عن ألعوبة وبيدق وأداء بيد المشروع الصهيو أمريكي بالنسبة أريد بس أن أنوه بالنسبة لموقع لشبكة الأردن العربية سنتطرق إلى هذا الموضوع لو سمحت لي أه تفضل ولكن أنت كعادتك في مقالاتك يعني بارح في انتقاء الكلمة وتزيد اللعب على الكلمة يعني هذه شهادة أعتز بها وأيضا دبلوماسي يعني حول الحقيقة أو حول الموضوع نريد الدخول في الموضوع يعني صراحة اسألني سؤال مباشر لماذا سوريا يعني لماذا دعمك وحبك لسوريا ليس سوريا هذا سؤال مهم وهو يلخص هذا تماما نريد نعم لماذا سوريا بالذات لأن سوريا متفردة في مواقفها سوريا هي عمود الفقري لمحبر المقاول ومانعه أنا ألخص لك بكلمتين ماذا كان يراد من سوريا ليضعوا النظام السوري بمرتبة إله كان المطلوب من هذا النظام السوري الوطني والمقاوم ومن الدولة الوطنية السورية أن توقع معاهدة ذليلة تذل الشعب السوري والأمة العربية على نمط معاهدة كامب ديفل ووادي عربة ومعاهدة أوسلو هذا باختصار شديد لا يعجبهم أن تكون سوريا تمتلك إرادة سياسية يريدونها دولة تابعة كباقي الأغزام العرب كباقي هذه الدول التي تشبه الهلاميات والزواحف التي لا تمتلك حتى أدنى مقومات تكوين دولة الدولة هي بقراراتها المستقلة هم لا يريدون سوريا مستقلة اقتصادياً أن يشبع شعبها أن يشبع شعبها مما يزرع وأن يلبس مواطنها مما تنتج مصانعه هم يريدون سوريا مرتهنة بحاضرها ومستقبلها إلى صندوق النقد الدولي وإلى البنك الدولي أستاذ عبدالإله الحال الإديولوجي الموجودة عن الأستاذ عاطف هي السبب بأنه تجهب الاتجاه يعني التيار اليساري الشيوعي لأنه نحن ما على الشعوب المكافحة المناضلة ضد الظلب والقهر والاستعباد بمسياته مختلفة فكان هناك معسكر غربي ومعسكر شرقي أبعنا المسألة أبعد من ذلك بكثير جئت إلى دمشق وأنت تحمل معك الكثير من الأفكار والرؤى وستعود من دمشق وأنت معك الكثير أيضا من الأفكار والرؤى ما الذي تبدأت بداية أشكر الفضائية السورية التي أتاحت لنا هذا اللقاء قدمنا من جنوب السورية إلى شمال سوريا لنقف مع المقاومة لنقف مع صمود سوريا ولكننا فوجئنا بأننا نحن من يحتاج إلى هذا الدعم وإلى هذا الصمود لما رأيناه من شواهة عيان في الشارع على الحياة الطبيعية وعندما ذهبنا إلى المشفى من هؤلاء الجرحة الأسود فوجدنا أنفسنا أغزام أمام هؤلاء أود الحديث هنا على نقطة مهمة جدا لماذا سوريا؟ تحديدا لماذا سوريا؟ سوريا لا نريد أن نقنع أنفسنا بأن المواطن العربي يدرك أهمية أهمية الهجمة الشرسة الإمبريالية الصهيونية والتبعية العربية ولا أقول التحالف العربي لأنه ليس هناك تحالف لماذا تبتهب البواطن العربي بهذه التهمة؟ من قال لك أنه لم يبلغ سن الرشد بعد وأنه لم يعيكل ذلك؟ لما نراه من شواهد لما نراه البعض طبعا ليس للتعميم ولكن البعض سوريا منذ نشأتها منذ نشأتها في السبعينات أقصد القيادة السورية الحكيمة احتضنت المقاومة وكانت دولة ممانعة ودولة مقاومة وهي من احتضنت القوى الفلسطينية تحديدا بعد أن خرجوا من بيروت ولفظهم كافة أغلبية دور الجوار سوريا احتضنت حركة المقاومة الإسلامية حماس بصفتها فصيلا فلسطينيا مقاوما لا فلسطينيا إسلاميا سوريا سوريا وقفت مع حزب الله عام 2006 في معركته وانتصر حزب الله وأفشل مخطط شرق أوسط جديد سوريا وقفت عام 2008 و2012 مع المقاومة الفلسطينية في غزة سواء كان بتسهيل تمرير السلاح من الجمهورية الإسلامية العرالية عبر الأراضي السورية عبر نجال حزب الله ولا أحد ينكر ذلك وهذا مش من عندي من قادة المقاومة خالد مشعل وعبد الله شلح عندما تكلم على الفضائيات وتحديدا عبد الله شلح لهذا كان خالد مشعل وفياً لسوريا ودعمها للمقاومة حماس لا لم يكن لم يكن الإطلاقاً لم يكن وفياً ولكن خلينا أكمل بس حتى أوفي شلح حقه قال حرفياً من لا يشكر الله لا يشكر الناس وهنا أحرج مشعل أحرج مشعل في المؤتمر الذي عقده في القاهرة نشكر إيران نشكر سوريا نشكر حزب الله وحزب الله كان شريكاً في النصر ساس نيضال أبو الرب يعني حضرتك مقاوم مناضل فلسطيني أردني مرت بمرة به لبنان والحصار عام 82 أشتب راحل العمل الفدائي ولك أرأ فيما هو حاصل من ما يسمى الربيع العربي جئت إلى دمشق ابتلاقاً من قناعات تخرج من دمشق ما الذي تبدل من قناعاتك ما الذي تعزز في قناعاتك تفضل كما تريد في البدء يعني جئت إلى الشام لأشكر هذا الثالوث الشعب والجيش والقيادة لأنهم ينوبون عننا في المعركة ضد الظلاميين الكفرة وضد قوة الإمبريالية جئت إلى الشام لأن الشام تنوب عن الأمة وعن أحرار العالم في الوقوف ضد الإمبريالية العالمية كانت الشام وما زالت الصخرة التي تحطمت عليها جميع المشروع الإمبريالية في المنطقة هذا على حد قول هنري كسينجر وليس هذا غريبا فالشام الذي حطمته لك وستحطم الولايات المتحدة جئت إلى الشام لأنها المخرج الأخير للإنسانية من هذه الإمبريالية الحمقاء الانطباعات التي سألت عنها دكتور انطباعي أن الشعب السوري هو الأقدر على الحياة وللعلم فقط زي ما قال أخونا عبدالإله فيما يخص حركة حركة تحرر الفلسطينية واحتضانة لحركة المقامة الفلسطينية وحركة المقامة اللبنانية سوريا لديها مكاتب تسع وثلاثين حركة تحرر عالمية من أراتيريا سابقا إلى جنوب أفريقيا سابقا أيام نضال لنسو منديلا والآخرين والتصريح للرئيس الرئيس جنوب أفريقي الذي قال فيه أنه سنعمد على تطوير المنظار الليلي الذي حصلنا عليه من سوريا وليس هذا غريبا فقوى المقاومة تمتد في كل أسقاع الأرض وسوريا هي المحور لذلك كنت هنا وجئت إلى سوريا جئت باتجاه البوصلة الصحيحة التي توصلنا إلى الهدف الأسما هل تم شحن البوصلة؟ إن شاء الله ستكون سوريا هي من ستشحن البوصلة وهي من ستزيل الحدود وهي من ستعيد حلم الوحدة والتحرير إن شاء الله سيدي هدى منبتك كربة منزل ممرضة عاملة في المجال القانوني مناضلة ناشطة في المجال المدني والإنساني والحقوقي وعضو اللجنة الشعبية عندما تتطلعين وتتابعين ما يجري وما جرى في سوريا أول فكرة أو جملة تخطر في بالك يمكن أن توجهها لأم الشهيد للأم السورية للمرأة السورية لمن تقف جنبا إلى جنب مع عائلتها السورية دعما واحتضانا وحنانا وكل شيء بالأول خلينا أشكر لفضائي السورية التي تحت هذا الحوار الجميل مساء الخير لكم جميع مساء الخير لسهد الرئيس بشار الأسد الذي تصدى لهذه الهجم الشرسة لهذه الحرب الكونية تصدى لها وكان حكيما بكل تفاصيلها مساء الخير للجيش العربي السوري البطل الذي قاوم ويقاوم ويدافع عنا وعن كرمته خلينا خلينا أحكي عن المرأة السورية المرأة السورية البطلة المنصر مش شهيد طبعا مش قادر أكامبير طيب رح ننتقل الأستاذ محمد أستاذ محمد شوباش أستاذ محمد يعني كثيرة هي الوسائل الإعلانية التي حاولت أن تشوه ما هو حاصل في سوريا المواطن المتلقي بمساعدة مختلفة في المنزل يحار أين يتعلي هنا يحار في مسألة الببالغة متى اتضحت الصورة لديك لدى الشريحة التي تنتبي إليها هل اتضحت مبكرا أم مؤخرا بعد بطولات الجيش العربي السوري وما تم تحقيقه ميدانيا بدأت الصورة تتضح أكثر وأكثر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أود أن أشكر من استضافنا في سوريا الشقيقة من ناحية الوعي أو وعي المواطن قالوا هل ستذهبون لتعرفوا قلت لا نحن سنذهب إلى سوريا لأننا نعرف من بداية الأحداث ونحن نعي نحن نعي ما يحدث من مؤامرات ضد سوريا وعند ما يسألونه لماذا أقول لهم لأن عشقي لوطني أضناني وشعرت بعروبتي ألم من ناحية الفضائيات المظللة طبعا أنا أعتقد أنه الشعب السوري لازم يشكرها لأنها بعد كل هالمؤامرة وفشل هالمؤامرة هذه كلها أعطت انطباع للشعب السوري غلاوة سوريا الصهيونية العالمية وأمريكية لما بدها تحط عينها على بلد بدها تكون هالبلد ثرواتها عظيمة فإذا كانت سوريا ما عندها الثروات العظيمة لا بترول ولا غاز زي هاي فإذا تراب سوريا أغلى من هذا كله من ناحية الوعي وعي المواطن وكيف ظللوا رح أجيهم من نفس المبدأ اللي ظللوا فيه رب العالمين في كتابه في مؤشرات لوجوده بخاطبنا بقول أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون من هون رح أخاطبهم وأحكي لهم أنه عندما يقول أحد قيادات الغرب سنصنع لهم إسلاما يناسبنا أقول لهم ألا تتفكرون ألا تتدبرون عندما تقول قيادات الغرب الآن نستطيع أن نقاتل العرب بالعرب أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون من ناحية أخرى لماذا الخروج السلمي في السعودية حرام في حين الخروج المسلح في سوريا حلال وحق ودفاع ودفاع عن النفس وقبل أن يتلاعبوا بالعقول يقولوا نظام كافر ونظام مسلم ماذا تتكون حجتكم بليبيا أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون لماذا من يؤيد إيران في بناء قوة لها خائن وعميل ومن يطلب قصف سورية من قبل الغرب الكافر وطني حر أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون يعني هنا الكلمة تلعب دورا وتفعل فعلا كبيرا حرب حرب كلمة أكثر منها حرب مدفع ودبابة لا بالإضاءة طبعا وخاصة إذا وظفت الكلمة لخدمة أشياء إيجابية في عملية بناء الأوطان وليس تخريب الأوطان أستاذ نظال خلينا أحكيها بالطريقة يعني لما يجي مقياس صار مقياس عالم الدين أنه طول اللحية وكثرة ظهوره على الناس نيولوك هذا اللوك جديد بس ضب يعني ناس كتير بتلاقيه يعني لا بعرف صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا بعرف عن الدين إشي بسنة برب لحيته تطول بتكاثره حوالي الناس يقولوله يا شيخنا مع أنه السائل اللي ممكن يسأله السائل بيكون أعلم منه بالدين بس مجرد شاكل رب لحيته حلص صار شيء أستاذ محمد هذه المشكلة وضعت يدك على نقطة غاية في الأهمية نحن في الإسلام لا يوجد لدينا رجال دين لدينا فقهاء وعلماء رجال دين فقط في الإكليروس حتى في الديانة المسيحية هناك تلاميذ السيد المسيح يعني إذا دخلنا فعلا إذا كان من الفقهاء والعلماء فنرفع القبع احتراما للفقهاء والعلماء من المسلمين وكل التحية والتقدير لهم أينما كان وهم العقل الذين تجمع علماء بلاد الشام في واجهة الحالة الشيطانية التي أصدرها القرضاوي ومن معه لو سمحت لي سعود إليك ولكن رجال الأعمال لهم دور رجال الأعمال دائما يقولون رجال الأعمال بهمه أنه يحافظ على مكتسباته ويزيد رأس ماله بس رجال الأعمال في كثير منهم وطنيين وخلص ويدافوا عن وطنهم وعن أردن ولدينا في سوريا كما في الأردن وكما في الكثير من الوطن العربي حالات تستحق على احترام والتقدير إلى أي مدى أستاذ إيادك يا لي أنت عضو لجنة الشعبية وأنت رجل الأعمال أنت بزيارتك إلى دمشق تعطل الكثير من أعمالك أم أنك بهذه الزيارة تجري المزيد للبزنس الاقتصادي أن يكون للقادم لأيام لأن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسوريا علاقات قديمة ومتجزلة تفضل سيدنا سيدنا البني آدم موقف ما بتجزل سواء كان رجل أعمال أو أستاذ جامعة أو طبيب أو ماندل الحياة موقف الحياة موقف لو منخسر من الجيوبنا حتى نواقف الموقف هذا ما في مشكلة كنت بتمنى أنك تسألني السؤال لماذا سوريا وأنا أبدأ أحكيكيها بلغة رجل الأعمال طبع زي ما بحكوا بالإنجليزي السؤال about money إحنا جايين على الحقبة غازية حالا زي ما حكى الدكتور عماد الشعيبي سوريا والساحل الشرقي إلى المتوسط اللي هو فلسطين محتلة أو سوريا أو الساحل اللبناني عبارة عن حقول أكبر حقول بالغازية بالعالم شايف فصارت النظرة إلىهم هنا أضف إلى ذلك سوريا المقاومة سوريا اللي حبت أن يكون قرارها بيدها اللي قالت لا الغرب كله لا اللي دعمت المقاومين اللي حبت تكون سيدة نفسها سوريا حبت تغير الفكرة اللي أخذوها عنها بالأرجنتين أيام حرب الفوغل لما خاطب رئيس الأرجنتين بهذاك الزمن رئيس الوزراء بريطاني ماركو تاتشر قال لها تفكرين عرب نحن بدأ تحتل جزرنا بدنا نهجم عليكم وبدنا نرجع جزرنا فحبت تغير سوريا هالنظرها وترجع سيدة موقفها وفي الجانب الاقتصادي هناك من يتحدث عن حالة من الحصار الاقتصادي الكبير والقاسي والظالم هي حقيقة نعيشها ولكن بعض الخلص في الحكومة وفي الميدان الاقتصادي والصناعي يعني يحاولون أن يصلوا بالحالة الاقتصادية إلى بر الأمان إلى أي مدى يعني تأثرتم أنتم في الأردن بالحالة الاقتصادية والعملية الرجع الصدى والتياء التبادل التأثر والتأثير لأن المسألة متبادلة وهناك أي منتج يصنع أو يصنع في سوريا تجده مباشرة في عمان أو لا ترانزيت للخليج حسب اعتقادي أنه 60% من تجارتنا الخارجية هي مع سوريا فتأثرنا وتأثرنا كثير كقطع تجاري مستورد للبضائع السورية ومصدر للمنتجات الأردنية بدأ رجع على نفس الموقع حاول الدكتور الزعيم الرئيس بشار الأسد يشبك بحار يعمل تشويق بحار بحار أقالين الخمسة البحار الخمس هذا الأشي ما بعجبهم هذا الأشي بخافهم منه هذا الأشي بدور مصالحهم فكانت هاي من الأهداف اللي ساعدت أو عجلت بالتسلع بضرب سوريا يعني فقط التجارة والمنتجة التجارية والسلعة التجارية هي التي تصدر أم أن هناك أفكار ومواقف ورؤى بتأكيد تصدر وتؤجر وتباع بتأكيد بتأكيد وبستفيد منها وأقلام تباع تباع نعم يعني معروضة في السوق في البزار معروضة في السوق في البزار لما كاتب وخد له مليون دولار من صحيفة خليجية أحدهم قال هذا اللي بنسمع فيه أحدهم قال لو كلنا نسمع ونرى و لن نتحدث عن البلد إن المواطن في بلد كذا لا يباع ولا يشرى ولكن يؤجر يؤجر نعم أستاذ أحمد دلول اللي انت لقى من حالة الشبابية أنت رأيت مجموعة من الشباب السوري الذي انضم للجيش العربي السوري عبر الدفاع الوطني وعبر الجمعيات الأهلية والشعبية للدفاع عن الأرض والوطن لأنه عدوك 85 دولة في العالم صدرت لنا مجموعة من الإرهابيين التكفيريين الوهابيين اللي ما زل الله بها من سلطان ويقولون معارضة يعني كيف تكون معارض وأنت تحمل سلاح لتقتل وتزدح وتكبر على وتغير بفتاوى وابلاءات إلى ما هنالك ما الذي دفعك أنت الشاب في مقتبل عمر للانضمام إلى هكذا تجمع ولماذا سوريا عريس جديد ألف مبروك الله يبارك فيك شكرا لك أهلا بالنسبة لموضوع أنه لماذا سوريا سوريا هي آخر القلاع العربية سوريا هي آخر نفس لأي مقاوم عربي عنده نفس ثوري عنده تصور للحرية عنده رغبة كبيرة للعودة إلى وطنه اللي كان مسلوب ولي ما زال مسلوب بالنسبة لسوريا أنه أتاحت بالفرصة بالفترة الأخيرة للشباب السوري الشعبي القوات الشعبية للانضمام القوات الجيش بيداً بيد لمحاربة اللي هم ما يسمى بالمجاهدين أو الثوريين أو أياً كانوا السعودية أعطت وشيوخ الخليج أعطوا الحق لثوار من بلاد أخرى للدفاع عن ناس سوريين من غير حق فوضع طبيعي أن يكون الحكومة السورية والنظام السوري يعطي الفرصة هاي لشعبه لو لا شباب وطنه أنهم يدافعوا عن وطنهم لحق كبير ولدفاع عن عراضهم وشرفهم وبيلادهم من نفس الوقت مصادر معلوماتك ناين تستخدم مصادر معلوماتك؟ صدقاً أنا كأحمد مصادر معلوماتي من الإذاعة السورية أنا متابع من أول أزمة إلى الآن للفضائيات السورية بشكل عام بالإضافة إلى الفضائيات الصديقة والداعم لنفس الموقف السوري كيف تميز بين صديق؟ يعني قصر من أهلنا وأخوتنا السوريين ما كانوا يميزوا بأول الأحداث أنه مين معنا ومين ضدنا؟ كيف منه نقوا بنفسه اللي يشوفه إنه لو نضح الأمور؟ هلا هي مثل ما حكى عاد الإمام يبيض يسود يعني ما فيش فيها مجال يعني هو واضح أنه المقاومة والنفس الثوري أنت يا مع أمريكا يا ضدها فأنت ضد أمريكا فأنت صح يعني هاي بكل بساطة هناك المجتمعات أمريكا والمجتمعات الإمبريالية العالمية بتحاول نتخلي كل العالم تحت أمرتها هنا في بلد عندي كسوريا بنيجي نحكي كسوريا بالتحديد سوريا بتصنع سوريا بتنتج سوريا بتزرع سوريا مصادرها المياه كافية سوريا بتبحث عن الثقافة سوريا بتدرس أبنائها مجانا سوريا بتعالج أبنائها مجانا مفيش خوف مفيش قلق سوريا هي الوطن فبالتالي يجب علي أن أقف أنا وكل أهلي وكل زملائي وكل أصدقائي مع سوريا أول سؤال كان من يخطر ببالك أنه أنت جاء على الشام وبدك تقابل مسؤولين بمسؤولات مختلفة شو أول سؤال من اضطرخته على مسؤول سوريا أنا جئت لسوريا لكي أسمع ما جئت أني أتكلم أنا كان هدفي التقينا مع مسؤولين كبار في الدولة كثير طمنت لما حكى الدكتور وائل حلقي عن أرقام في الاقتصاد السوري وعن التطور اللي راح يصير في الأيام القادمة إن شاء الله وعادة الإنتاج السوري من نسيج ومن قطن ومن زراعات ومن معاهدات اقتصادية وصفقات اقتصادية في الأيام الجاية مع الدول الصديقة وهذا الحكي يعني أنه إن شاء الله راح يزيد الإنتاج وبالتالي بزداد قوة الليرا السورية وترجع على عهده مقابل الدولار بالنسبة لموضوع أنا كان همي اللي هي شوارع دمشق وشعب دمشق وأطفال دمشق ونساء دمشق هذا كان اللي كنت اللي بتمنى أني أشوفه على أرض الواقع أنا كنت مقتنع تماماً أنه الآن الأحداث في دمشق إنها بخير لكن لما جيت وشفت وعشت الحياة بشكل طبيعي إحنا إننا سبوع كامل في الشام وجدت إنه فيه مزاج شعبي عالي جداً للمقاومة وفيه قوة فكرية ما بين حتى الأطفال اللي بيشتغلوا وكلهم عارفين اللي بالشارع كلهم عارفين إنه هاي بفترة وقاربت على الانتهاء إن شاء الله أستاذ عطف يعني هناك أسئلة كثيرة بتطرحها من كلال كتابتك ولكن دائماً تعود إلى الجيش العربي السوري ففيه كل كتابتك وكل مقالتك هناك سطر أو تحية أو حتى المقال كله عن الجيش العربي السوري لن أقول لماذا ولكن أقول تلقى بالفكر الذي تحمله معك والانتماء العروبي الذي تحمله أسئلة كثيرة كنت تطرحها من خلال مقالتك نعم في موقعك أول سؤال خطرت بالك وطرحت على مسؤول سوري ما هو يعني دعني أقول أنا سوريا الآن أنا هذا كلام ربما أصبح كثير من أصدقائي ومن كل رأي يعرفون ما سأقوله الآن الآن تعاد صياغة الخريطة الجديدة للعالم الجديد على الأرض السوري ليس فقط الخريطة الإكليمية العالم يتشكل من جديد بصمود هذا الشعب وبصمود هذا الجيش الصمود الأسطوري الذي يجترحه الشعب السوري والجيش السوري والقيادة السورية إفشال وإحباط المخطط أو مشروع الصهيو أمريكي سيقضى عليه بإعلان الانتصار النهائي للشعب السوري والجيش السوري لماذا الجيش السوري؟ لماذا يجب أن يشاد بالجيش السوري على صخرة صمود الجيش السوري والشعب السوري؟ نرى الآن بأم العين كيف تتحطم أحلام الإمبريالية الأمريكية والمشروع الصهيو أمريكي وتوابعهم في المنطقة العربية من نواطير الغاز والكاز والسخام والقطران هؤلاء النواطير الذين لا يصلح الواحد فيهم لأن يكون عشر رؤوس من الغنم كيف يتطاولون على سوريا التي صدرت الأبجدي الأولى لهذا العالم قبل سبع ثالث سنة هؤلاء كانوا هم الأدوات التي استعملت من كبل المعسكر الإمبريالي الناتو حلف الناتو العدواني أمريكا الإمبريالية الصهيونية العالمية وتركيا الأردوغانية السلجوقية بأحلامها العثمانية كل هذه طبعا ولا ننسى قوة التآمر المعلن 14 آذار في لبنان وحلفاهم من سمير جعجع إلى الأسماء الأخرى ولا ننسى أيضا الإسلاميين على اختلاف تفرعاتهم وتفريخاتهم وبكل موروثهم الحاقد على الخط القومي الذي تنتهجه سوريا ووجود سوريا في هذا المحور المعادلة الإمبريالية والصهيونية المحور المقاوم سؤال أعود إلى السؤال ما هو السؤال الذي طرحته أول سؤال طرحته على المسؤول سوريا أنا ربما أشارك الأستاذ أحمد في أننا جئنا نستمع نحن الأردنيون الوطنيون والأحرار الأردنيون والأشراف الأردنيون عندما نأتي إلى سوريا نأتي غالبا لنسمع نأتي غالبا لنسمع ولنعزز قناعاتنا بأن سوريا بخير ولكنك تطرح الكثير من المسؤول طبعا أنا بجوز يعني ربما عندي فضول عندي فضول إعلامي والحقيقة أن أهم سؤال كنت أحاول أطرحه أحيانا بطريقة مواربة أنه هل بقي الكثير أنا كعاطف الكيلاني حقيقة والله لا أقولها لا تزلفا ولا يعني نفاقا إنما أنا ومنذ فترة وأعتقد أني قلت هذا الكلام لأصدقائي ورفاقي هنا وقلته على شاشات التلفزيون في الأردن وهنا وقلته في مقالاتي أن المرحلة الأصعب المرحلة الأصعب في الأزمة السورية انتهت لأن هذا الكلام أنا لا أقوله من الهواء هذا الكلام عبارة عن استخلاص لقراءة متأني لكافة تفاصيل المشهد السياسي في سوريا والإقليم المرحلة الأصعب أصبحني بس فقط ثواني المرحلة الأصعب في الأزمة السورية انتهت الانتصار النهائي مسألة واحد الإعلان أن يطلع علينا سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد على شاشة التلفزيون السوري ليعلن انتهاء العمليات الكتالية وإعلان النصر على كل هذه الحفالات التي تقاتل الشعب السوري وتنكل بالشعب السوري وبسورية وماضيها وحاضرها ومستقبلها انتصار المشروع الوطني للدولة الوطنية السورية هو حلم الذي سيتحقق قريبا إن شاء الله على أيدي كل أبناء السورية الجيش القيادة السورية والكفاف والحالة لحالة الاحتضان لكن نريد أن نذكر لمن فاته المتابعة ولمن ضم إلينا لمتابعتنا الآن بأن التجمع لدعم سوريا ونهج المقاومة الأساس عاطف ومجموعة من المثقفين والمناظرين الأردنيين شكلوا تجمع ألميون وأردنيون ومثقفون وشكلوا تجمعات وعانوا مع نور من الفكر السلفي والإخوان المسلمين في الأردن عانوا أيضا من بعض التيارات عادوا أيضا في صدام مع بعض الجهات المسؤولة أو الرسمية ولكن رغم ذلك إلا أن الإصرار على أن يأتوا إلى دمشق ليسجلوا موقفا فهذه النقطة تحصل في سجلي لداركم على كل الأحوال أن تقف معي أو أقف معك هداك معاني لهذه الوقتة ودلالات يعني هنا نقف مع الفكر مع التيار مع التاريخ مع الجغرافية مع الدين أما كل ذلك مجتمع بالضبط الذي يشكل وشائج نقف مع كل ذلك مجتمعا نقف عندما نقف مع سوريا في معركتها المفصلية عندما نتخندق في الخندق السوري العربي السوري ضد الخندق المواجه لها نحن عمليا نكون أكثر انسجاما مع أنفسنا مع تاريخنا نحن نقف مع الزاق نعم نعم نحن نتضامن يعني أنا لا أستسير كثيرا أنه نحن جئنا لنا نتضامن مع سوريا أنا قد أذهب إلى كوستريكا لأتضامن معها لكن أنا مع سوريا آتي من سوريا الجنوبية إلى سوريا الشمالية من جنوب سوريا إلى شمال سوريا آتي لأعزز قناعاتي بأننا سننتصر لأستمد عزيمة على الاستمرار في مشوار النضاء الوطني أستمد من الأمهات التكالة من الأرامل من الأبناء والبنات الأيتام الذين ستشلوا أولادهم في هذه المعركة التي سيسجلها التاريخ كوسام شرف على جبين كل أبناء الأم العربية الأحرار والشرفاء أستاذ عطف نقرأ ونعرف أن المركز الأخباري وأنت مدير عامي يعاني كغيره من المراكز الإعلامي والإخبارية يحتاج إلى تمويل مصلحتك مع الطرف الآخر مصلحتك المالية نعم والدنيا مصالح الدنيا ليست دائما مصالح هذا الموقع يعلم كل أهل الأردن يعلمون ويدركمون تماما أن الأردن العربي محارب إعلانيا كان عندي بصراحة كان عندي معلن واحد شيوعي عنده مستودع أدوية لأنه يريد أن يساعد الموقع كنت له أنا ما بأخذ مساعدات فقال أنا أضع عندك إعلانا بطري بيع نعم بطري بيع فوضعت له الإعلان بمقابل المادة وبارك الله فيه حتى فطر له البعض فيبدو لي أنهم بلغوا عنه فإجاءة به من وزارة الصحة أو من أي جهة أخرى أنه إرفع إعلانك لأنه ممنوع الإعلانات عن الأدوية وعن عيادات الأطباء يعني أخذوا مادة كانت نائمة في القانون ربما من خفصين سنة ما استعملوا هذا شكل مع أشكال الضغط نعم لستاذي دال عم أقول أنا أنه مصالح ألواء مبادئ فعلا معك لا لا هي شوف يعني تجوع حرة ولا تأكل بتديها أنا هذا الموقع من المعروف تماما أنه يعاني من أزمي مادية ولكن أولادي أولادي وبناتي هم المتكفلون بالصرف عليه الله يخلي لك ياهون أهلا أستاذ عبدالإله خريس يعني عائلتكم عائلة مناضلة لها بع طويل والأردن يمتاز بالحالة العشائرية والقبلية بين مختلف الوشائج يعني هناك من يقول أنا أحمل صخب مدينتي أم أحمل وجع قبيلتي في الحالة السورية وفي الحالة العربية نعود إلى المدينة نعود إلى القبيلة أم نعود إلى الوطن الأمي يعني الأردن أولاً سوريا أولاً أم الوطن العربي كله أولاً تفضل سيدي هي بداية الوطن العربي بمجمله أولاً ولكن في ظرفنا الراهن والحالي سوريا أولاً كقوم عربي أؤمن بهذه المقبلة سوريا أولاً لأنها تحتاج لكل مواطن عربي شريف أن يقف إلى جانبها بكل ما يملك من قوة ومن فكر ومن مال ومن جهد هذا لا يعني أن أتخلى عن الدور الآخر أن الأردن أولاً ممكن أن تكون الأردن أولاً أوكي بس أن لا تكون كما قال رفيقي إسرائيل ثانياً هذا موضوع أشكالي يعني ضحكتك بحوال أكثر من معنى يعني أنا اسمح لي هو الشعار طرح هذا الشعار آسف لا هذا الشعار طرح في مرحلة كان البعض في الأردن يريد أن ينقى هو يعتقد أنه بهذا الشعار ينقى بالأردن عما عن المخرضة التي تعيشه المنطقة أنا كإنسان مناضل في أحد الأحزاب الأردنية التقدمية اليسارية نعم الأردن أولاً ولكن الأردن أولاً ضمن المفهوم الذي أشار إليه رفيقنا بأن لا تكون إسرائيل هي ثانياً أو الإمبريالية الأمريكية ثانياً أو أي جهة معادية لآمال وطموحات الشعب العربي ثانياً الأردن أولاً ليكون الأردن لن يكون أولاً على الإطلاق إذا لم يمسك بيده اليمنى سوريا وبيده اليمنى سوريا فلسطين القضية الفلسطينية أولاً معلش يعني أنا أرجو أنك تسمح لي نعم هو أيضاً القضية الفلسطينية أولاً سوريا أولاً نحن نقول عن أي بؤرة ساخنة عن أي موقع اشتباك عربي مع الإمبريالية الأمريكية وخندقة المتقدم هذا الكيان الصهيوني البغيض المحتل المغتصب هي أولاً سواء كانت سوريا أو لبنان أو حزب الله كان في مرحلة معينة أولاً سنة 2006 نعم نحن ذهبنا كشيوعيين أردنيين أول كوة سياسية أردنية ذهبت لتهنة حزب الله بالانتصار بعد وقف إطلاق النار بحوالي أسبوع وغزي أولاً كانت وكارت غزي أولاً إذن نحن مع أي بؤرة ساخنة أي بؤرة ساخنة نعم أو شقيق عربي أو دولة عربية لا شك في ذلك الآن سوريا أولاً جريحة أو تمر بظرف ولكن تبقى فلسطين للنضال له نظرات عدة وثاقبة أنه قضية الفلسطينية أولاً القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة ولكل أحرار العالم ونحن في سوريا رغم كل ما جرى ويجري بقيت القضية الفلسطينية أولاً أولاً تفضل القضية المركزية للأمة ولكل أحرار العالم هي القضية الفلسطينية وسوريا تستهدف لاستفافها إلى جانب القضية الفلسطينية سوريا الآن أصبحت أرض معركة لكل قوى الظلام في الأرض بالكون 84 دولة تشارك في العدوان والسبب أنها تستطف إلى جانب فلسطين فلسطين الأساس فلسطين هي احتلال فلسطين هو المانع هو المانع العلمي والموضوعي والعملي لقيام دولة الوحدة فلسطين هي من تجمع الإنسان العربي من المحيط إلى الخليج هذا الوجع هو من يوحد هو من يوحد يفترض أن تجمع الإنسان العربي العامي الإنسان في الشارع الإنسان في الجزائر الإنسان في اليمن الإنسان في تونس ما تجمعه فلسطين يا سيدي هناك كثر من ما نقططف وعيهم لأسباب اقتصادية صحية دينية جغرافية إلى ما هنا تسميها ما شئت هناك من الفلسطينيين ما نبع القضية الفلسطينية لا صار يقول لك خلنا نأجل قضية هلأ هلأ مش وقتها نحن لدينا مشروع مقاوم ومشروع مساوم هوغو هوغو تشافيز أنا بأعتبره عربي وأقرب إلي من بعض العرب المصطفين إلى جانب الآخر دينما تكلموا الآخرين المعركة ومعركة سوريا أفرزت معسكرين معسكر إنساني ورأس حربته الآن سوريا ومعسكر بشع ماصل الدماء وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في العالم العالم تغير أكيد وسوريا استطاعت العالم تغيره هناك بعض العرب لم يتغيروا لم يشعروا أن هناك تغيرا إذا لم يتغيروا سينقردوا من لا يتغير ينقرد بالقوة سينقرد بالظروف الموضوعية سينقرد سيد هدى البعد الاجتماعي دائما لكل أزمة أو لكل من منحنة بشع أو عنفي أو دموي أبعاد اجتماعية إطلاقا من كل ما تحبلينه من المكودات كيف تصفين الحالة الحالة السورية بأبعادها الاجتماعية المختلفة الحالة السورية طبعا حرب كونية ودمار وقتل وجرائم وقطع رؤوس وأكل أكباد وزي ما حكيت 85 دولة رواسب مجتمعات العالم كلها انبعثت لها سوريا يلقيتها المرأة السورية الأم السورية المكافحة السورية المناضلة السورية هنا يعني دورة مكانة ما تمر به ما تقوم به من مجبل دورها مساعدة الجريح مساعدة نشاطاتها السياسية نشاطات تقوم بتوعية الشعب السوري في ناس من السوريين مش مقتنعين أنه هاي مش دورة اللي هلأ شغالي بالبلد أنه هاي ثورة وناس مظلومين وبدهم حقوقهم هلأ أنت مع أن يكون فيه امرأة ورجل ولا أنه لا أبدا متساويين بالحقوق حضايا الوطن هناك اشتراك أكيد أستاذ محمد شوباش البعض الاجتماعي دائما بيقول لك رجعوا الصدى يعني عندما تشكل الوعي يعني أنا وقتل بيستهدف أنا بوصيلة إعلام بدي أعرف أنا نايمان أتوجه يعني برأيك الإفرازات التي حصلت من بلاية الأزمة السورية وحتى الآن هل بدأت تشكل وعي عام رجع الصدى معين لدى شرائح اجتماعية عربية إن كان في الأردن ولا بمن تحتك بهم بشكل أو بآخر نعم لاحظت لاحظت في وعي كبير كمان يعني خاصة بعد امتصارات الجيش وظهور وتفاخر الجماعات المسلحة بالجرائم البشعة التي قاموا بها يعني مثل ما بحكوها فضحوا حالهم شغلة تانية يعني لما جينا هون كمان يعني الشعب السوري اللي إجعل أردن برضو نفسه في نسبة كبيرة منهم لما يعني شافوا المعاناة اللي عانوها لمسوا إنه كان وطنهم أغلى أنت تقصد مخيم الزعتري لا لا مش مخيم بشكل عام بشكل عام لاجئين السوريين في الأردن نعم ولا في لبنان ولا في تركيا أنا بحكي عن أنا ما عشرت اللي بتركيا ولا اللي بلبنان أنا شبت اللي اللي في الأردن ما بقدر أحكي عن ناس ما شبتهم فأنا بعمل مبدأ هناك حتى من بعض السوريين على بعض الأردنيين الذي تتعاملوا مع حالة اللجوء بشكل يعني مؤلم جدا وجارح في بداية على فكرة في بداية اللجوء السوري في نسبة كبيرة من الأردنيين كانوا يتعاطفوا أكون بدنا يكون صريحين يعني يتعاطفوا مع السوريين اللاجئين لكن بعد فترة والاحتكاك معهم تبين أنه نسبة وهذا بحكيه أنا اللي لمسته أنه نسبة كبيرة منهم هم مش سوريين لاجئين هم سوريين فارين يعني هنا يجب أنه ميز في نسبة فارين ولمستها نعم ولمستها أنه يعني كنت أسأل سؤال أنه أغلب اللي كان يجوا أشوفهم نساء وأطفال وكذا فكان في الجواب يعني وين أزواجكم الجواب فيه ثلاث أجوبة ما في غيرهم إما مطلقة وإما أرملي وإما بالخليج ما في حد عم بيجاهد عم بيكافح عم بيقاتل مع الثوار وهم يرحوا بعطون أنا بحكي لك التوقعاتي هذا اللي لمست نسبة كبيرة منهم مش إحنا بنحكي كلهم نسبة كبيرة منهم أنه هم من أهالي الجماعات المسلحة طلعوهم على أساس ما يصيبهم أذى أستاذ إياد كيالي يعني اجتماعات كثيرة وعصف فكري وعصف اقتصادي وعصف إنساني واجتماعي تم بين الأردن وبين سوريا وبين دول الجواب وكأن دائما المواطن الأردني العادي والبسيط بانتماءه وبعمقه يقول لا للمواقف الحادة والمتطرفة مع الأزمة السورية هل هناك كذلك رغبة مشتركة هل برأيك أنه العامل الاتصادي ممكن أن يشكل ركيزة لعلاقات تدوم وتدوم سنين وسنين أم أن المسألة لها أكثر من بعد وأكثر من معنى يعني هل تقصد أنه الأردن تصطف بخندق معين طبعا طبعا بسبب عامل اقتصادي معين يعني الحكومة الأردنية لها موقف نتيجة ضغوطات أو آراء أو أفكار أو ميول والشعب الأردني أو شريحة من الشعب الأردني ترغب في استمرار هذا هذا المد الأخوي والعلاقات الأخوية يتعلق بالاقتصاد بالمياه بكذا جديد وهذا اللي أغنالنا هذا اللي أربحلنا اللي هو نظرة الشعب مش نظرة الحكومة المدينة بـ 2 و 3 و 10 مليار نتيجتها نتيجتها الموقف هذا رح يكون عشرات المليارات خسارة على الأردن وعلى الاقتصاد الأردني على المواطن الأردني فشو ما كان بدي يكون الدعم رح يكون خسارة هذا إذا طلعت عليه من ناحية مادية طبعا إذا طلعت عليه من ناحية أخوية من ناحية من علاقات أخوية أو علاقات قربة ما بتبدل بكل أموال العالم يعني أنت كرجل أعمال ومواطن ما فيه إفصل بين هذا وهذا يعني أنه كيف ثورة وعب يحرقوا المصانع ومعامل الأدوية والبنى التحتية والمدارس والمشافي وقتلوا العلماء والنوابغ ورجال الفكر يا سيد نظال يعني أنه أنا ثورة هاي بالثورة بتبني بتصحة ما بتخربوا بتحرضوا بتأتر يا سيد نظال سعر برميل النفط اليوم بعدود الـ 105-108 فوق المية عمال يبن باع البترول السوري ما عدل 20 دولار شوف الفرق يعني تحكي عن 80 دولار عمال تبيعوا العصابات الإرهابية اللي مصيدرين على أكمل حق البترولي المقصود أن حالة الانهيار إما سياسيا اقتصاديا عسكريا الدينيا يعني هم يسعون وراء أي لا لا شو ما كان المهم تجيب لنا مصاري فصار عمالهم بيع هم بسروا لحالة لحالة إحلال للدولة السورية منظومة خراب متكامل المستهدف الشعب والمؤسسات والدولة والإرث والتاريخ والفهم والحضارة والدور والخارطة السياسية يعني لما يميعوا معامل حلب ألف فوق الألف معامل مئات الماليين من الدولارات يبيعوها خردة كان يجوا الأتراك اللي يركبوا المعامل يجوا على المعمل فكونا إياه هذا بدنا إياه يدخل الفنيين الأتراك هم اللي يفكوه ويشتروا من ويطلبوا على تركيا يكون المعمل يكلف مليون دولار ينبعه بعشر تلاف دولار والعشرين دولار تدمير تدمير الاقتصاد تدمير لأني أنا أدرك وأنت تدرك والجميع يدرك بأنه سوريا ليس عليها دولار دين خارجي وهذا يصعب على صندوق النقد الدولي الدولي فرض سياساته على النظام السوري يعني هناك من يتحدث عن حرية عن ديمقراطية عن إصلاحات لسنا الأفضل لكننا أيضا لسنا الأسوأ أي حرية يا أخي أي حرية حرية القتل والتدمير هذه حرية إذا كانت هذه الحرية أنا ما أريد إياها إذا كان بمسك الواحد إذا بمسك الطفل الصغير وبقطع رأسه ما بدها الحرية إذا بدمر مكونات دولي بأكملها على مدار ثمانين سنة بنيتها بدمرها في سنة في سنتين ما بدها الحرية هاي أنا كمواطن سوري أنا سوري عندي في العمل بقول له تعال أنت أنت بتقول أنا مع الثورة يا سيد دماشى أنت مع الثورة الكهرباء اللي بتدفعها أنت بتدفع كهرباء زي أنا بتدفع 40 دينار قال لي لا قلت له أنا بتدفع 30 دينار مية بتدفع قال لي لا قلت له أنا بنتي اتخرجت السنة من الجامعة أربع سنوات دبعت عليها ثمان تلاف دينار رف دني بتدفع شي قال لي لا قلت له أنا لما بروح بتعاليس بتدفع فاتورة فاتورة صحية بكذا أنت شو بتدفع قال لي ما بتدفع شي قلت له لكان أنت جاي عندي ليش أنت جاي عندي ليش ليش بدك هالثورة مدام كل هذا اللي بتقوله فاتورة العلاق تدفعها الحكومة السورية المواد اللي يدفع خمس مليارات ليرة سنويا الدولة السورية بتدعم المشتقات النفطية وكافة المواد المدعومة بستمية وسبعة عشر مليار ليرة سورية فعن أنودي مقراطية عمنا بنحكي ممكن يكون فينا أخطاء بالزمان قبل ما تبلش الأزمة وكله كان ممكن معالجته وسيات الرئيس حكى بخطاب القسم سنة الألفين ونحن نذكره هذا كلياتنا بس اجت الظروف بعدين حرب الألفين وثلاثة حرب الألفين وخمسة بقتل الحريري والألفين وستة في ملاحظة مهمة من أوقف حوارات دمشق هو عبد الحليم خداب من أوقف حوارات دمشق عبد الحليم خداب لا أنا عمالي بحكي النية أخوي نضال بطلع دقيقة كان محاولة لإشراك الشباب السوري النية أن دكتور بشار الأسد من سنة الألفين سأعود بس كيف يقضي للفكرة حاول أن يقود هالمركب هاي ويسويها الإصلاحات باللي عماله بيراء مناسب من ديمقراطية لتحسين ظروف المواطن بس ما يعني ما تمكنش إجت متل ان تفضل اجت الىоровين وثلاثة الى Investigat Half اجت حرب الى الفين وستة والحصار وماركب من جمعنا كان على حدودنا حسار والتهديد صدر سيد دعالي أنا بس بدي أنوه بالنسبة للمشروع اللي طرفه السيادة الرئيس في الألفين وهو ربيع دمشق وحوارات دمشق وكانت مرئية في جامعة دمشق ومحاولة إشراك الشباب السوري في صنع القرار السياسي ورسم سياسات المستقبل من أوقف ذات تلك الحوارات الهامة والجادة والفائلة كانت في قطاع الشعب السوري هو عبد الحلم خدام عبد الحلم خدام رمز كان رمز إذا كان هناك فساد في الإدارة السورية فيتمثل في السيد عبد الحلم خدام الآن هذا من أهم رموز ما يسمى بالثورة هذا من يطالب بالتغيير في سوريا هذا من يطالب بالإصلاح في سوريا عبد الحلم خدام هو يعني إذا تمثل الفساد في رجل فسيتمثل في عبد الحلم خدام أستاذ أحمد دلول أنت كشاب في مقتبل العمر ومقبل على الحياة فدائما تسأل تبحث عن فرص عمال تبحث عن ظروف أفضل اقتصاديا معيشيا إلى ما هناك هذه المسألة قد تجدها هنا أو هناك أو تضطر إلى أنك تسافر برا لكن قراءتك للمشهد السوري من خلال التطورات ما قبل وما بعد هل كنت تطمح لفكرة معينة لفرصة معينة مثلا أنت كشاب أنا كنت بزور كثير الشام قبل الأزمة وآخر مرة زورت فيها الشام قبل الأزمة بأشهر قليلة جدا كنت دائما بحكي أنه في قوة شرائية هائلة بسبب عدد وجود من الناس عالي وبسبب أنه الشعب السوري بحب يرفه نفسه فبالتالي أنت لو بتبيع أي شي في الشام وشو ما استخدمت وشو ما اشتغلت شو ما اشتغلت في التجارة بتنتج بتكون عندك إنتاج كبير ودخل عالي وهي كما فالنضال قبل يومين أنه الشام ستعود إن شاء الله منتصرة وستصبح محجل الفقراء في كامل الوطن العربي وكامل المنطقة بسبب السياسة رح تتحسن اقتصاديا نتيجة الثورة وبسبب الإنتاج رح يرجع يعود عجلة الإنتاج وبالتالي رح يكون فرصة لكل الشباب أنه ممكن يكون يشتغلوا إما في استثمارات كبيرة وهي رح يكون أحسن مكان الاستثمار في الأيام الجاية وإما أن كل الشباب تواجد فرص عمل إن شاء الله التجربة الماليزية كسر ممن توقف عندها مهاتير محمد قال نحن أخطأنا وأصبنا أخطأنا في كذا وكذا وكذا وأصبنا عندما ركزنا على موضوع التنمية البشرية لأن الحديث على ما بعد الأزمة في سوريا يتطلب مجموعة من الموطيات تحدث الديوف الأكارم عن جزئية منها في مسألة إعادة البناء بناء الإنسان أولاً ومصمم بناء الأوطان أستاذ عاطف يعني الاستثمار في التنمية البشرية طبعاً هو استثمار ناجح إذا كان المستثمر وطني عقيقي وعريص على شعبه ووطنه لكن أنا أعتقد أن هذه الدول الرجعية بالأنظمة الرجعية خاصة غير مؤهلة موضوعياً ولا ذاتياً للعمل في مجال التنمية البشرية لشعبها لسهب بسط جداً أن ثالوث الفقر والمرض والجهل هو ما يجعلها تمسك بكل قيوط اللعبة فليس من مصلحتي أصلاً أن يكون هناك أي نوع من التنمية البشرية ولكن جاهزين جاهزين أن يقود لشركات إعادة العمار الآن في الحالة السورية أنا دعني أتكلم عن الحالة السورية الشعب السوري أصلاً هو شعب واعي ومثقف ويصدر المعرفة سوريا هي الدولة الوحيدة التي عربت منهاج الطب في جامعاتها 319 يعني إذن نحن أمام دولة كانت ريادية في موضوع التنمية البشرية بكاف الجوانبها الآن بعد هذه الأزمة التي برت فيها سوريا العمل في مجموعة خطوط متوازية وفي نفس الوقت يجب الاستثمار في التنمية البشرية كلام ما هاتير محمد أنا التجربة الماليزية أحترمها وقرأت عنها واستوعبتها ولكن أنا أقول أن ما صلح في ماليزيا قد لا يصلح في سوريا أو في وطن التجارب الشعوب ليست متشابهة تماما إذا استنسخت نعم لا يجوز الاستنساء نحن لا نتحدث هذا الاستنساء نحن نستفيد من تجربة ماتر محمد أنا الذي قفزها بماليزيا الحقيقة هنا الخصوصية السورية والخصوصية الأردنية مطلوبة لا شك الخصوصية في أي برد آخر يعني في كل برد خصوصياته المواطن السوري سيخرج من هذه الأزمة أكثر قوة أكثر صلابة أكثر تشبثا بدولته الوطنية بجيشه بقيادته بإيمانه المطلق والراسخ في أن سوريا يجب أن تبقى دولة ريادية على مستوى الإقليم طالما أنها خاضت هذه المعركة الكونية وانتصرت بها وعلائم الانتصار نراها يوميا بالإنجازات الضخمة والكبيرة للجيش العربي السوري على الأرض لنترك كلام الأفاقين والأفاكين قنوات الفتنة والمضللين وشيوخ الفتنة لنتركه جانبا ونرى ماذا يحدث على الأرض الحقيقة أنه جهنم وبئس المصير لكل هؤلاء الظلميين والتكفيريين الذين يسحكهم الجيش العربي السوري يوميا أستاذ عاطف سؤال طبعا منجه للجميع ما حصل في سوريا ما حصل في مصر اليمن ليبيا تونس وهناك دول عربية قادمة شكرا بأشكال نقص في التيارات الفكرية السياسية الإدولوجية الدينية أم هو هناك ضخ كبير لتشويه كل هذه المكونات بدل من الدين هذا سؤال مهم فيها عن بالتاريخ هذا سؤال الحقيقة هو يعني ممكن من خلال إجابتنا للموضوعية أن نخلص إلى زبدة كل هذا الحوار فضل الآن هذا الذي أطلق عليه زور روضة ثانا اسمه الربيع العربي هو والله لا يملك من صفات الربيع الأسود ولا أي شيء ولا أي مواصف فيه تنطبق على مواصفات الربيع العربي أساؤل الربيع أساؤل الربيع نعم أساؤل لكلمة ربيع أساؤل لكلمة ربيع هذا عبارة عن مخطط إمبريالي صهيوني لتمكين باختصار شديد هذا تعريفي له من مما رأيته على أرض الواقع لتمكين بعض الكوى السياسية من الهيمنة على مقاليد الأمور في بعض الأقطار العربية التي هم اعتقدوا أنه إذا هذه الكوى هيمنت على زمام الأمور وقيادة الأمور فيها ستكون فرصة المشروع الأمريكي الصيوني أكثر قابلية للنجاح فرصة في عملية التهويد نعم فرصة الكيان الصيوني وكيف نستطيع أن نفصل كيف نستطيع أن نفصل هذه الهجمة البربرية على سوريا الدولة القائدة والأساسية والمحورية في محور المقاومة المانعة كيف نستطيع أن نفصل هذا عن يهودية الدولة في إسرائيل هو القضاء حلمهم بالقضاء على بنية الدولة الوطنية السورية وإنشاء مجموعة من الإمارات الإسلامية بخلها ولكن أين هم المثقفون العرب النقاب العربية ألم تكن تدرك أن هناك خطرة دائمة سؤال مشروع ومهم سؤال مشروع ومهم أفوال سيدتي ما الذي ذكرته تفضلي بحكي فيه انقشام في المثقفين العرب فيه غياب فيه غياب فيه غياب المشروع العرب غياب المشروع العرب يعني أنا قد أقول كتبت عن هذا المقال الحقيقة في أكثر من أكثر من مقال كتبت حول هذا الموضوع تحت عنوان خيانة المثقف العربي أو كيف يقول المثقف العربي المثقف العربي عاشت تحت وطأة المال تحت وطأة احتياجه للمال هذا الاحتياج الغريزي الذي توحش فيه داخله حتى أصبح قابلا للبيع والشراء والتأجير أنا شخصياً أعجب من المثقفين عرب وخبار تتلمذنا على أيديهم كمفكرين وبين كونسين يساريين أيضاً يعني كانوا ينظرون للتورة كانوا ينظرون للصراع الطبقي كانوا ينظرون لكل شيء جميل تعلقنا به وإذا بهم بالتالي عبارة عن أخزان جنود صغار بيادق بيد يوسف القرضاوي وحمد بن جاسم وباقي زعران الخليج والنفط ونواطير وغاز والساز أنا أقول لا يهمني الخوض بأسماء ولكن عندما خرج واحد وأنا دعني إلى البضع بعرفش إلى بضع البرنامج يحتمل ورود بعض الأسماء سأدخل أسماء أنا لا يهمني أحد واحد زي عزم بشارة كوهين أو عزم كوهين بشارة الذي كنا نثم من نضالاته داخل الأرض المحتلة وعندما خرج احتضنة سوريا وهي التي أطلقت عليه لقب المفكر العروبي المفكر القوم العربي عزم بشارة كيف مثل هذا الكزم ينقلب على سوريا ولماذا انقلب لو لا أن احتضنه المال لو لا المال مناضر آخر كان بين كوهين مناضر سابق مثل سلامة كيلة وهو بالمناسبة صديقي كيف هذا الرجل الذي عاش في كنف سوريا وأنت تعلم ذلك عاش أكثر من أربعين سنة في كنف سوريا وكان مفكرا ماركسيا وكبيرا ومنظر وله دراسات كيف ينقلب على نفسه طبعا لما تكلم هنا عن برهان غليون وعن جورج صبرا وعن ميشيل خبز أرطال وعن غيره وغيره وغيره من زعماء اليسار في اللحظة التي ينقلب فيها القومي أو اليساري عن خطه المعلن ويذهب إلى الخط المناقض له يفقد شرعيته كمفكر يفقد شرعيته كمناضل يفقد شرعيته كقومي أو كيساري لا تزني الزانية وهي مسلمة ولا يزني الزاني وهو مسلم مسلم بمجرد أن يزني هو زنى طلع من الإسلام يساري وطني قومي عروبي إلى آخره وقف في الخندق المعادي لسوريا المقاومة لسوريا الممانعة في هذه اللحظة بالذات تبطل عم كل الصفات الأخرى ويصبح خائنا وعميلا هذا هو التنصيف الدقيق أستاذ ديدال فضاء كان لك تعليق وتعقيم على نحن نرجع فيما يخص ما سمي بالربيع العربي عليه جزافة من الربيع العربي بس بذكر قرأت تصريح لمنحين بيجن وزير الدفاع الصهيون السابق في عام 1966 قال إذا استطعنا إسقاط عبد الناصر وتسليم السلطة للأخوان المسلمين فسيحدث فسنضمن أن سيدجري النيل بنهر من الدماء هذا تصريح عام 1966 الآخر يمتلك مشاريع ويمتلك بدائل في غياب المشروع القومي العربي كان المثقف العربي لم يمتلك لم يمتلك القدرة أن يكون أداة لتحريك المجتمعات وحداث التغيير إنما إنما كان إلى حد ما استسلم للعجز ولليأس ولغياب يعني من يقرأ التاريخ جيدا ويقرأ ما بين السطور يعرف أنه في مرحلة من المراحل بالستينات والسبعينيات كان فيه كثير من الثقافي العرب ارتهنوا لزعيم ياسر عرفات كان زعيم وكان له مكاني وكان له وكان مشتري وصلوا أحد له راتب شهري ولكن كان هناك منتج فكري أغنى المكتبة العربية والفكر العربي في الستينات والسبعينيات بعدها صدام حسين اشترى الكثير من المثقفين والمفكرين العرب وكانوا في باريس وفي العديل العواصم الأوروبية لم يثمر هذا إنتاجا فكريا ما الذي تبدل الآن نحن بعد 2011 أمامه تغير جديد صدروا كل الأزماتهم الداخلية أمريكا والغرب إلى المجتمعات العربية عبر بصميات وعولمة وعالمية وتيارات وتغيير لعدنا نحن يعني أنا كمواطن عربي أسأل إلى متى ستبقى هذه المنطقة العربية وأنا وأنت وأولادنا والأجيال القادمة موضوع على مشرحة السياسات الدولية الكبرى استاذ عبدالله إلى أن تكون هناك صحوة صحوة قومية عربية في ظل غياب الغياب الباهت للقوة والأحزاب على الساحة العربية الإدارة الأمريكي الصهيونية تفعل ما تشاء تصدير صدرت لنا الإسلام السياسي لإنشاء كيان سياسي مفصل على الطريقة الأمريكية إسلام أمريكي وذلك لتسهيل المهمة على الكيان الصهيوني لإعلان يهدوية الدولة والترانسفير من الداخل الفلسطيني من الداخل الفلسطيني إلى الشرق الأردني وفرض الوطن البديل على الأردن وتهجير الفلسطينيين ما يحدث الآن في مخيم اليارموك هي عملي ممنهجة تماما تهجير الفلسطينيين من اليارموك هي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي محاولة وإن شاء الله تقريبا نستطيع أن نقول أنها 70% فشلت لإنشاء الوطن البديل في الأردن وهذا لن يكون بإذن الله لن يكون ولن يحدث في أسئلة كثير بتخطر بالبال وأكيد جئتم إلى دمشق حاملين الكثير من الود والمشاعر الإنسانية واستقبلتم أيضا بالود والمشاعر الإنسانية ستعودون إلى الأردن ومعكم الكثير من المعاني والدلالات ما الذي ستحملينه معك سيده دا من دمشق سأحمل صمودكم الذي به نحية سأحمل دمشق جئت من دمشق من حدود الأردن حتى ما وصلت إلى دمشق وأنا خائفة من أن أرى دمشق حزينة لكن بالعكس وجدتها من التسيمة إرادة الحياة إرادة الحياة هي الأقوى والأبقى تماما كالياسمين الدمشقي والوردة الدمشقية تبقى وشانس تشرق يوميا في دمشق كم عمان كم عمان والقدس أهلا بك أهلا بك دائما للمرأة السورية ماذا تقولين؟ أقول هنيئا لك بهذا الرئيس العظيم هنيئا لك بهذا الجيش العظيم هنيئا لك بشعبك القوي الجبار رأيت الجرحة اليوم ومعنوياتهم العالية عززوا موقفي عززوني شعرت بأنني أنا الضعيفة وهم الأقوياء فهنيئا لها بهذا البلد العظيم شكرا سيدي هدى المسريحي أظل الجن الشعبي أهلا بك دائما في دمشق السيد محمد شوفك ما الذي ستحمله معك من دمشق وما هي الحكاية والقصص التي سترويها لأبنائك والأجياء التي حولك سأحمل ما كنت أحمله وطنية بجذور أقوى وأنقل لهم بأن سوريا هي خيط المسبحة لهذا الوطن الضامن طبعا وأقول للشعوب العربية لا تتركوهم يقنعوكم بمبدأ نحن نفكر عنكم ونحلل ونحرم ونكفر نحن نفكر عنك نحن نفكر عنك ونحلل ونحرم وأنت عليك التنفيذ لا تخاف نحن نخيفه وأنت عليك التنفيذ هذا ما يحصل في شعوبنا أنت رقم اقتصادي رقم بانكي بالمناسبة كل ياتنا بنظرون رقم بانكي فمن هذا المنطقة وهذا فيه شغلة ثانية أنه هذه حكيتها أنا لدكتور حسين جمعة رئيس الحق طبعا اللي منشكره على ما بذل هو والأستاذ علي معلى لأنه بذل أكبر من طاقته حكيتها أنه إحنا السبب اللي وصلنا له هذا في الفكر هذا أنه تركنا الجامعات ما في يعني توعي بالجامعات ليش يحتكر الدين صار تلقين في الجامعات هيك لا أعتقده صار المواطن العربي يتلقن تلقين الدين دينه يتلقن تلقين فقط بس فشو المانع أنه الفيزيائي يصير شيخ لا الشيخ لازم يدرس من بدايتها يدرس احفظ 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 بخرج بتعلم بيعلم الأجيان عندك رغبة تصير شيخ احفظ عندك رغبة تكتير من الفضائيات جاهزين عم يبحثوا عن ربي اللحية نيولك جديد أنا مسلم ومؤمن في ربي وفي ديني وفي القرآني صدق صدق من جوه يعني انت بابل لا تحدثني عن الإسلام دعني أرى الإسلام فيك لا تحدثني عن المسيفية دعني أرى المسيفية فيك رسول صلى الله عليه وسلم حكا إنما بعثت له يتمم مكارم الأخلاق تماما وين الأخلاق بذبح الأطفال استاذ محمد أهلا ومحبا بك محمد شباش أضول لجل الشعبية لدعم سوريا نهج المقاومة محببك دائما استاذ إياه يعني رجال العمال بلذي يحملونه معهم رجال عمال في حلهم وترحالهم غير المشاعر والود والمشاريع تفضل والله يا ريك ذا ظروف الصعبة كنا واك تفضل على أساس ما ينتقدوش الاستاذ عاطف لا يزني المؤمن وهو مؤمن ليس المسلم بكرة بطلعوك بالجرائد عليها عشان الغلطة هو عمله قصداً من شادك معروف تضلل سازياد تضلل سازياد بدي أنقول لهم اللي شفته من تصطير البطلات اللي شفناه من الجيش العربي السوري صوت المدفعية تبعتهم اللي عمانا مرات نسمحها بهالليل تطربنا وبطمننا بنفس الوقت وبدنا نقولهم لأهلنا بالأردد إنه دقائق إن شاء الله وبتخلص أهلا وسهلا وتابعوا الإعلام السوري لأنه أبدعتهم الله يخبر بهالثالث سنين ما كنتوش متابعين أستاذ نضالوا بالبداية قبل الأزمة ما أقصر كحال التلفزيونات العربية الرسمية نحكي بشكل موضوعي بس بعد الأزمة بعد من شهر 11 عفوا من سنة 2011 لليوم وأنتم أكبر نسبة مشاهدة على ما أعتقد بالأردن وعند الشعب السوري وكذلك الأمر الإخباري وسبا قبلها كانت الدل يسعدنا ذلك أن نكون إعلام الحق والحقيقة إن شاء الله أستاذ زياد أهلا موضوعيين جدا الحمد لله أستاذ أحمد دلول لازل ستقول لزوجتك عروسك ولأهلك شو شفت بالشام كيف أهل الشام كيف أهل الشام هم بالنسبة لأهلي فهم متابعيني لحظة في لحظة عن طريق الفيسبوك والواتساب فبشكل عام يعني عارفين أخباري وعارفين صوري وبتابعوني على القنوات السورية علما أنه أصلا في البيت دايما بمتاحش غير على القنوات السورية الرسالة التي أحملها أنا قبل الأهلي لأن الأهلي هم من دعموني لأن أتي إلى سوريا الرسالة التي أحملها لكل سوري موجود في الأردن ممكن أني أقابله وأحكي له أنه أرجع لبلدك لأنه بلدك بالحد الأدنى هي فيه هناك وجود أمن وإطمئنان ووجود شرف وعزة ما فيه داعي أنك تكون برا إذا فيه عندك بلد بتشعرك بالفخر والقومية والنضال أنا بس إذا فيه ممكنية بدي أحكي عن نقطة صغيرة حكينا عن موضوع الدموقراطية في سوريا ولما صار الحوار حسستوني أنه ما فيه دموقراطية في سوريا أنه اللي بدي طلب يعني بدي نطلب دموقراطية على أساس أنه ما فيه وجه من وجه الدموقراطية الأول في العالم كلية وفي الدول العالم هو مجلس النواب أو ما يسمى مجلس الأمة أنا بالصدفة قبل كم يوم أحضر على الأخبار فكنت بشوف على مجلس الأمة قانون نازل إيشي للأطباء إيشي للأطباء تفرغ أصحاب المهام الطبية بشكل عام اللي لفت نظري أنه شارك تقريبا جميع النواب اللي موجودين في المجلس في الاعتراض مش على مش الموافقة مباشرة أو الاعتراض هو كان يعترضوا على نصوص دقيقة في القانون وتعديل هذا بيعني أنه الكل قرأ وفهم واستوعب وهم هذول من رشحهم من المجتمع وبالتالي المجتمع بيرشح ناس بفهمه يقولوا يحكوا عنه هاي بكل بساطة فهون الديمقراطية مطبقة في كل معنى الكلمة في بعض وكثير من الدول يا موافق يا مش موافق وبكون من حيث ما بدأ مش عارف شو الموضوع شكرا أستاذ ديضان لكل بداية نهاية أو دائما الحوارات ليس بالضرورة أن تجيب على كل التساؤلات طبعا أنا أعرف أن هناك غليان في داخلك في فكرك تريد أن تعبر عبر منصوات ومنصوب مختلف نحن تحدثنا عن طيارات عن حوامل اقتصادية سياسية فهلية دينية ولكن العمق الاجتماعي والوضع الاجتماعي ضمن العائلة السورية الواحدة العائلة العربية الواحدة فضل يعني أستذكر كلام الرئيس الخالد جمال عبد الناصر بعد نكسة سبعة وستين لما رجع عن قرار الاستقالة قال أن الألام العظيمة تبني الأمم العظيمة إذا وعت وتعلمت وإن نار المحنة لا تحرقها وإنما تزيد في نضوجها وتساعدها أدركت يعني قيمة هذا النص مما شهدت في الشارع للأمانة الإنسان السوري البسيط في الشارع العامل الجندي الطبيب كل منظومة منظومة متكاملة من البناء والعمل وكلهم جنود في مواقعهم جنود الكل كان على قدر المسؤولية ما حمى سوريا هو عقدها الاجتماعي الراسخ الحمد لله ما حمى سوريا هو تاريخها سوريا سأختم بهذه الجملة سوريا حجر سلنار في النظام الكوني إذا اهتزت سوريا اهتز العالم وإذا نجت سوريا نجت العالم شكراً أستاذ نضال أبو الرب وعضو لجنة الشعبية عن سوريا ونهج المسؤولين أستاذ عبدالله دقيقة واحد دقيقة في سؤال كنت أتمنى سألت للأغلب كنت أتمنى أن يصدر أنا تأصدت ما هو السؤال الذي يبادل ذهنك عند رؤية مسؤولة تماماً تم توجيه هذا السؤال للسيد رئيس الوزراء والي الحلق في جلسة موسعة وأيضاً للأمين القطري المساعد نفس السؤال طبعاً اللي هو بما أنه نحن في الربع الساعة الأخير من الانتصار وعندما نعلن أو يعلن السيد الرئيس وقف العمليات العسكرية وأعلان الانتصار هل سنحاسب تلك الدول التي وقفت ضد سوريا شو رأيك أنا راح جاوب نفس السيد الرئيس قال سوريا ستبقى هي نبض الأمة ونبض العروبة وهي حاضنة الجميع وسنرحب بهم جميعاً وأنت ماذا تقول لو كنت مسؤولاً ماذا تجيب أنا أنا ما بسامحكم لا 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 أنا صدقاً ما بسامحكم ما بسامحكم يعني لم يعني انت عاضت من الإجابة صدقاً أستاذ عبد الإله رئيس شكراً جزيلاً لك نختتم مع الأستاذ عاطف زيد الكيلاني كبيرنا كبير العدي يا سيد الله يطول عمرك شكراً جزيلاً تفضل ختاباً عندك ما في سؤال ختام كل الكبيرة يعني أولاً أنا أشكر الجهة الداعية لنا وهي الاتحاد الكتاب العرب والدكتور حسين جمعة شخصياً نشكرهم على كل هذا يعني الجهد الذي بذلوه لتكون زيارتنا في التالي مفيدة يعني نحن نأتي لتكون زيارتنا منتجة ومفيدة والحقيقة لم يقصروا أبداً ورتبوا لنا لقاءات متنوعة معك ما زيست تحمل معك ما الذي ستكتبه مباشرة جملة واحدة سأكتب الكثير سأكتب سلسلة رأيت في دمشق وسكت عن الكلام المباح الأستاذ عاطف زاد الكلاني شكراً أستاذ عاطف أستاذ عبدالإلاء أستاذ نيدال سيدي هدى أستاذ محمد شباش أستاذ إياد وأستاذ أحمد شكراً لمتابعتكم من أيقونة الحياة والروح دمشق كل التحية والتقدير وأهلاً ومرحباً بكل الإخوة والأشقاء العرب إلى الأردن وإلى كل الدول العربية نقول يا أخي كن أخي ولا تكن علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء